اشتركوا في القناة الكفيلة بتحقيق توازن أسواق الطاقة في ظل التحديات الناتجة بسبب جائحة وباء كورونا لسيما وأن المؤتمر يضم كبار الشخصيات القيادية والمتخصصة في هذا المجال والتي تمتلك من الرؤى والخبرات ما يمكنها من الوصول إلى أفضل الحلول لمواجهة التحديات وأكد معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة أن قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين يحظى بدعم ورعاية القيادة الحكيمة وهو ما يتجسد فيما تشهده المملكة من مشروعات رائدة في قطاع النفط والغاز وصناعة البترو كيمويات وأشار معاليه إلى أهمية الموضوعات التي يناقشها المؤتمر في دورته هذا العام ومن بينها العلاقة بين أعضاء أوبيك بلاس ومستوى امتثالهم للقرارات الخاصة بمستويات الإنتاج وتداول النفط والخام والتسعير وإدارة المخاطر وتداول الغاز الطبيعي المسال وثورة الرقمنة في الأسواق النفطية وغيرها مشيرا معاليه إلى أن مملكة البحرين تعمل وفق استراتيجية مدروسة في تطوير القطاع النفطي وبالخصوص حقل خليج البحرين الذي يعتبر أكبر حقل في تاريخ المملكة ترجمة نانسي قنقر